بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بداية الأسبوع وبداية الأسبوع بالتأكيد بداية ساخنة ومهمة جدا لأنها تكون بداية مباراة القمة وقمة القرى المصرية بين الزمالك والأهلي النهاردة في إطار مباراة الجولة الـ 14 من عمر مباراة الدوري العالم حلقة بالتأكيد هتكون كل تفاصيلها على مباراة القمة واهتمام السوشيال ميديا والإعلام والصحافة تكل تكلم عن إيه في هذه المباراة وإزاي الفرقاتين بيحضروا بشكل كويس لخوض هذه المباراة وبالتأكيد هنركز أكتر على فريق النادي الأهل وانطمن كل السادة المشاهدين على استعدادات الفريق لمباراة اليوم في ظل غيابات عديدة وإصابات ضربة صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة عايز أقول كلمة مهمة جدا بالتأكيد في البداية أنا بشكر كل الناس على ردود الفعل على حلقة يوم الأربع الماضي اللي كنا اتكلمنا فيها عن التحكيم وماذا يحدث في التحكيم واختيارات الأندية لعدد من الحكام في الفترة السابقة بشكركم بجد على الردود الفعل الإيجابية وأعتقد كانت حلقة مهمة جدا ومثمرة على الشكل العملي خاصة أن كان فيه تأثير إيجابي على أداء العمل داخل لجنة الحكام في الـ 48 ساعة الماضية ونتمنى الفترة اللي جاية يكون فيه أداء احترافي لبعض لجانة اتحاد الكرة وربطة الأندية في الفترة اللي جاية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة نسخن بدري كده قبل معادل مباراة 3 ساعات ونص يعني توقعاتكم لتشكيل الأهلي أمام الزمالك الليلة في الدوري وعايز أعرف كمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء شاركوا معنا بالتأكيد عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي نهاية الحلقة بالتأكيد إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم وتوقعاتكم أيضا للنتيجة لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الليلة القمة 125 بين الأهل والزمالك في الدوري وكمان الأهلي يسعى للفوز والابتعاد بصدارة الدوري وأخيرا تغييراتها متوقع على التشكيل طيب نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة في مجموعة من المباراة المحلية وأيضا الأوروبية نبدأ مع بعض بالمباراة الأبرز والأهم الدوري المصر النهاردة الأسبوع الـ 14 الزمالك يستضيف الأهلي الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي طيب نروح لمباراة اليوم في الدوري الإنجليزي ويمكن منذ دقائق قليلة انتهت مباراة اليوفبول وتشيلسي بالتعادل السلبي 0-0 وفي هذه الأثناء فيه أربع مباراة في توقيت واحد بورنوموس بيستضيف نوتينجهام فوريست ليستر سيتي بيستضيف برايتون ساوس هامبتون بيستضيف أستون فيلا ويستهام يونيتد بيستضيف إيفرتون والساعة السابعة والنصف من وسائل اليوم كريستال بلس بيستضيف نيو كاسل يونيتد نروح لمباراة اليوم في الدوري الإيطالي أيضا فيه مباراة بتقام في هذه اللحظات ويمكن انتهى الشوط الأول منذ دقائق قليلة وهلس فيرونا متقدم على ليتشي بهدف مقابل لشيء والساعة السبعة سالرينياتا يستضيف نابولي والساعة العشر إلا روبا فيرونتينا بيستضيف تورينو دي مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي والإيطالي وبالتأكيد ده قمة القرى المصرية بين الزمالك والأهل من نهاردة في الجولة الـ 14 أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات وماذا يحدث في معصقر الأهل قبل مواجهة الزمالك بأقل من ثلاث ساعات أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طيب تريند اليوم النهاردة بالتأكيد ده مباراة القمة بين الزمالك والأهل في الجولة الـ 14 من مباراة الدور العام ببدأ بالزمالك للنهاردة هو صاحب الملعب والمباراة بالتأكيد لكن إن شاء الله بإذن الله الأهل يكون لي الكلمة العليا في نتيجة مباراة اليوم النهاردة أي نعم الظروف والغيابات لكن دائما وأبدا عندنا عنوان أساسي عن الأهل الأهل بمن حضر ممكن الناس تقعد تتكلم على الغيابات عندنا غياب للسلية حمد فتح يلحق ولا لأ ياسر إبراهيم للأسف غائب ومصاب محمود متولي انذار ثالث وبالتالي يغيب بصوا فكرة الغيابات أكيد مباراة القمة لها حسابات خاصة في فترة من الفترات الأهل لعب بعدد من نعبي قطاع الناشئين وكان الزمالك عنده يعني فرقة كبيرة وخطيرة في التامينات وحصلت في التسعينات ومع ذلك الأهل كان بيكسب وبيعملوا سكور كبير مش هنروح بعيد مسم 2001-2002 كان ساعتها الزمالك ما يقرب من حوالي 7-8 في منتخب مصر وقدر الأهل يفوز عليه 6-1 وكان ساعتها في التوقيت ده الأهل كان بيبني جيل جديد وكان ساعتها بيعمل فرقة جديدة وقدر بعدد يعني من لاعبي المنتخب الأولمبي اللي كانوا موجودين ساعتها مع الكابتن شاوء غريب قدر يعمل مباراة كبيرة ويفوز على الزمالك ب6-1 وكان عنده أبرز لاعبي منتخب مصر وخطه هجوم منتخب مصر والأهل فاز وبالتالي رهانك على الأهل دايما إن شاء الله بإذن الله مش هيكون خسران الماضي بيقول كده والحاضر بيقول كده والمستقبل بإذن الله خير للأهل والجماهير النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء لذلك فكرة نحن نتكلم على التشكيل والغيابات مش هنتكلم فيها ولا هنقولها لأن في نقطة تانية مهمة جدا أي كلمة هنقولها وإحنا بنتكلم عن التشكيل الناس على طول عتقودها بشكل رسمي وإحنا عندنا تفاصيل وعندنا التشكيل وعندنا كل حاجة ولكن حرصا على مصلحة الفريق ما ينفعش ندخل في التفاصيل الفنية وأكيد الجهاز الفني ما بيعلنش القيمة فهل من المنطق يتكلم عن التشكيل وممكن مين يبدأ ومين ما يبدأش ممكن تكون فيه مفاجأة أو مفاجئتين أو تلاتة كل دوارد ولكن خلونا ننتظر الساعتين الجايين لغاية لما الأهل يعني التشكيل فور الوصول إلى استاد القاهرة الدولي طيب فيه مكسب مهم جدا للنهاردة للأهل ولازم كنا نركز عليه في الساعات اللي فاتت وحتى في الساعتين اللي قبل المباراة قهربة ووجود قهربة مع النادي الأهل أمام الزمالك مكسب للأهل التاريخ بيقول كده لأن قهربة مع الأهل قدام الزمالك لعب تلات مباريات الأهل لم يخسر مبارتين فوز ومباراة تعادل طب نروح لأبعد من كده قهربة فمشاركته مع الأهل هل معدل أهدافه أكتر من الزمالك ولا لا لو خدناها بالقياس بعدد مباراة قهربة مع الأهل بالمقارنة مباراة مع الزمالك لا نسبة أهداف قهربة مع الأهل أعلى من الزمالك وبالتالي ورأة ربحة مهمة جدا جدا والعامل النفس والزهني بهذه النتائج وبهذه الأرقام بيتفوق فيها الأهل وكهربة على نادي الزمالك دي عنوين مهمة جدا كان لازم نبدأ بيها وإحنا بنتكلم على مباراة القمة ممكن نسبة مشاركة قهربة مع الألف في التشكيل الأساسية لا تتخطط 48 أو 49% ولكن عدد أهداف قهربة تخطط حوالي 19 هدف خلال فترة وجوده مع النادي الآلي خلال آخر سنة تلكت منهم كمان فترة معار فيها إلى الدور التركي ولكن في المقابل لعام عز مالك عدد مباراة أكتر ولكن نسبة الأهداف أقل من نسبة مشاركاته مع النادي الآلي في الفترة السابقة حتى على المستوى القري نتذكر نهاء القرن في 2020 شارك في الجزء الأخير من مباراة الأهل والزمالك والأهل فاز بدوري أبطال إفريقيا وكهربة حقق مع الأهل اتنين دوري أبطال إفريقيا وسوبر إفريقي وكان موجود مع الأهل في كأس العالم للأنداء اللي أقيمت في الدوحة وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يعني العامل النفسي مهم جدا بالنسبة لكل الأهلوية بوجود قهربة أو عدم وجود قهربة الأهل إن شاء الله يكون بمنحضر ويكون جاهز بشكل جيد جدا وعندنا ثقة إن مارسل كولر باستراتيجية اللعب اللي بيلعب بها أمام الزمالك في لقاء السوبر قدر يفوز على فيريرا ويفوز على الزمالك ودي كانت المواجهة الوحيدة اللي ما بين السويسري مارسل كولر مع البرتغالي جيزوالدو فيريرا إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي موفق في مباراة النهاردة طيب في جزئية كمان مهمة جدا وإحنا بنتكلم على سوشيال ميديا بتتكلم على الغيابات يعني أنت لو بتتكلم على الغيابات مثلا بتتكلم ما يقرب من حوالي سبع لعيبة كريم فؤاد أكرم توفيق السلية منعيم سافيو متولي ياسر عدد كبير جدا بتتكلم عن الغيابات الزمالك اتنين لعيبة مصابين الوينش وابراهيما نضاي لكن فيه أمور فنية زي يوسف حسن وفيه أمور لغاية دلوقتي مش مفهومة لا عارف أقول إصابة ولا عارف أقول فنية ولا عارف أي أسباب أحمد فتوح وعبدالله جمعا محدش عارف يعني غيابهم 3 مطشاط أو 4 مطشاط لغاية دلوقتي إيه أسبابهم محدش فاهم حد سأل محد السأل حد وصل لإجابة محدش وصل لإجابة رغم أنه موضوع على المستوى الإعلام والصحفي موضوع مهني جدا ممكن تطلع منه بتقارير وتحقيقات كبيرة جدا عموما قيمة هدف الأهلي يمكن الأهلي أحرص في الدوري حوالي 22 هدف ولكن في قيمة الهدفين الحمد لله حدث ولا حرج يعني لو ذكرت القيمة أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي أكتر من تشكيل أساسية 13-14 لعب كلهم مشاركين في الـ 22 هدف عمر السلية 3 أهداف محمد شريف هدفين أحمد عبدالقادر علي معلول هدفين كريم فؤاد وبرستاو هدفين أكرم توفيق وسافيو أفشا والشحات وياسر إبراهيم وحمد فتحي وأليو ديانج وشادي حسين لكل منهم هدف ولكن في نقطة مهمة جدا لما تركز على قيمة الهدفين هتلاقي فيه ست لعيبة أحرزوا عشر أهداف من أصل 22 هدف مش موجودين النهاردة يعني السلية كريم فؤاد بيرستاو أكرم توفيق برونو سافيو ياسر إبراهيم الستة دول وحدهم أحرزوا عشر أهداف طب معدل أهداف الآلي في الدوري كان 22 هدف يعني نص أهداف الآلي في الدوري حتى الآن وبالتالي عندنا ثقة في كل العناصر الباقية وإن شاء الله يقدر الأهلي يعمل النتائج كويسة قيمة هدف الزمالي يمكن بيتفوق فيه أحمد سيد زيزو خمس أهداف يوسف أسامنا به أربع أهداف فاتوح وامام عشور والسيسي وعمري سيسي دول هدفين وبعد كده بقى شيكابالك جزيري عبدالغاني أكينولا حسام عبد المجيد مصطفى شلبي هدف واحد يمكن الزمالي يمكن بيتفوق في حاجتين التسديدات من مسافات بعيدة وضربات الرأس ده على المستوى الفردي لكن على المستوى الجماعي يمكن أهداف الزمالي ما فيهاش أهداف مؤسرة أو واضحة أنهية من خلال تاكتيك وشغل جماعة كلها أهداف بمهارات فردية سواء لحسام عبد المجيد سواء لإمام عشور سواء كمال لأحمد سيد زيزو إذن ده قائمة الهدفين وبنتكلم على عدد الغيابات والإصابات التشكيل زي ما قلت آه ممكن أتكلم في تشكيل أساسي دلوقتي لكن يفضل أن قبل معادة المباراة بسعى الأوروبا لما الأهل يعلن أنه أكيد إن شاء الله هيبقى فيه أمور إيجابية وتكتك وتفكير إيجابي من مرسل كولر إزاي هيتغلب على الغيابات والإصابات وفي نفس الوقت ما يغيرش في أكثر من مركز عشان ما يكونش فيه مشاكل في أكثر من مركز ممكن تيجي تعدل في مركز فتلاقي نفسك عدلت في مركزين تلاتة تانيين لا أكيد الراجل بيفقر بشكل إيجابي إزاي في مباراة القمة طيب نبص كده على جدول ولغة الأرقام بقى مهمة جدا قبل مباراة القمة طيب بنتكلم أولا جدول مشوار الأهل والزمالك في الدوري حتى الآن يعني ترتيب كل فريف الدوري دلوقتي إزاي الأهل في المركز الأول والزمالك النهاردة في المركز الرابع لعبه 13 مباراة في الدوري الأهل فاز في 9 الزمالك فاز في 7 الأهل تعايد الأربع مرات الزمالك تعايد الخمس مباريات الأهل الحمد لله لم يخسر الزمالك خسر مباراة واحدة وكانت من أسوان الأهل أحرز 22 هدف وهو نفس معدل أهداف الزمالك الـ 22 هدف الأهل استقبل خمس أهداف وبالتالي أقوى خط تدفاع الزمالك استقبل سبع أهداف الأهل 31 نقطة في الصدارة والزمالك 26 نقطة في المركز الرابع يعني أهل يبتعد بأكتر من حوالي خمس نقاط الفوز النهاردة يوسع الفارق لتمن نقاط وأعتقد يبقى فيه كلام كتير أو إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية بإذن الله طب نروح بقى لتاريخ مواجهات الأهل والزمالك في الدوري في الدوري فقط طبعا فيه مباراة إفريقية ومباراة كأس وكده لكن بنتكلم على الدوري في الدوري الأهل والزمالك لهم مع بعض 124 مباراة الأهل فاز في 47 الزمالك فاز في 27 اتعدلوا مع بعض 50 مباراة الأهل أحرز في شباك الزمالك 159 هدف والزمالك أحرز في شباك الأهل 110 هدف لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل وأعتقد النتيجة واضحة والأرقام واضحة ولكن مهم جدا النهاردة 11 الراجل في الملعب يظهروا ويقدوا بشكل قوي جدا ويعملوا نتيجة وأداء يسعدوا بها جماهير النادي الأهلي كواليس الأهلي كمان النهاردة يمكن الفريق في فندو الإقامة أكيد كان فيه تحضير معين وقضامكم على الشاشة يمكن دي لقطات خاصة وحصرية على شاشة قناة الأهلي عشان نطمن جمهورنا طاهر محمد طاهر الحمد لله موجود في القايمة وموجود مع الفريق النهاردة في معسقر والاستعداد لمباراة الزمالك محمد هاني كمان الجهاز المعاوني يمكن ياسين المكاري هو محلل الأداء موجود ويمكن الأهلي بالتأكيد حضر بشكل كويس جداً للمباراة قدامكم يعني حمزة علاءة كمان هو حارس المرمة وكمان حمد فتحي طب مننا الحمد لله كمان حمد فتحي موجود إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق جاهز كمان فيه مروان عطية وخالد عبد الفتاح وأكتر من اللعب إن شاء الله النهاردة يكونوا تحت رؤية ووجهة نظر مارسل كولر عايز أتكلم في الكواريس وقدامنا يمكن الكواريس مارسل كولر هو الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله الابتسامة والدحكة دي تستمر على مدار اليوم ونسعد دايما بالنتيجة بعد مباراة النهاردة أمام الزمالك اللي هتبقى بالساعة 8 ونص في استاد القاهرة الدولي إدامنا كمان أحمد عبدالقادر إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة لكل اللعبين محمد فخري يعني خدمة خمس نجون لكل الأهلوية بالتأكيد عايزين يطمنوا على الفريق واللقاطات دي مش هتشوفوها في أي حتة محمد ده مجد أفشة محمد ده كريستو وعايز أقول على معلومة بالنسبة لمحمد ده كريستو يمكن ده معلومة حصرية لكل الناس اللي بتتبعنا قدامنا كمان طاهر قدامنا عصدي محمد شريف رمي ربيعة أليو ديانج محمود ده قهربة إن شاء الله موجود كمان مع الفريق كريستو يمكن صدفة إن فريق أهل بنغازي اللي بي موجود في نفس الأوتيل وفي نفس المعسكر عشان عنده مباراة تدريبية وتحضيرية للفترة اللي جاية في جهاز فني تونسي بالمناسبة قدامنا هو كمان علي معلول جهاز فني تونسي بيقود فريق أهل بنغازي هذا الجهاز بقيادة أسعد الدريدي يمكن التقوا بالصدفة بي كريستو محمد كريستو لعب النجم السحلي وأسعد الدريدي كان مدرب للنجم السحلي مش عايز أقول لكم مدى السعادة اللي كانت موجودة على محمد كريستو لما التقى بالجهاز الفني التونسي اللي حالياً موجود مع فريق أهل بنغازي إن شاء الله تكون يعني تعليمات وبشرة خير لللاعب إن شاف زملاءه السابقين والمدير الفني السابق قبل مباراة النهاردة وتكون إن شاء الله انطلاقة قوية لهذا اللاعب الشاب مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع ونشوف الفريق بيستعد الزي وآخر الأخبار والكواليس والنعلومات من معسقر فريق النادي الأهل طيب أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن قمة القرى المصرية اليوم بين الزمالك والأهلية القمة رقم 125 وأن الأرقام في 124 مباراة النتائج والأرقام وكلها الأرقام الحمد لله دايماً بتصب في صالح النادي الأهل ولكن الأهل على مستوى النتائج الفترة الأخيرة آه محقق فوس جيد على سموحة في نصف نهاية كأس مصر تأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة بيراميتز في موعد سيتحدث لاحقاً ولكن تبقى مباراة القمة الأهل والزمالك خارج الحسابات ممكن تكون متصدر الدوري عام النتائج رائعة وده حصل قبل كده في مناسبات كثيرة جداً ولكن مهم جداً التركيز والتحضير لهذه المباراة مهم جداً المحاضرة الفنية والتعليمات الفنية للجهاز الفني مهم جداً الاجتماعات ما بين اللاعبين مهم جداً معسكر الفريق وفنده الإقامة والمكان اللي بيعسكر فيه الفريق قبل المباراة المهمة كل التفاصيل دي أكيد بتكون محط اهتمام الجهاز الفني والجهاز الإداري الاتنين بيعملها مع بعض بشكل متوازي عشان في النهاية تكون فيه نتائج إيجابية على مدار الموسم كل التفاصيل وكل المعلومات بالتأكيد محتاجين نعرفها دلوقتي من خلال زمينا كريم أحمد موفد قناة الأهلي واللي موجود حالياً في مقر إقامة فريق النادي الأهلي والقريب نوعاً ما من استاد القاهرة الدولي ولكن في منطقة بعيدة تماماً عن أي صخب وزحام عشان مزيداً من التركيز كريم مساء الفل عليك مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد برحب بيك طبعاً في البداية وبرحب بكل جمهورنا العزيم جمهور النادي الأهلي يارب إن شاء الله يكون كالعادة سبب النصر لأنه عرضة مشقة الله محمد مقر إقامة دائماً النادي الأهلي بيحتاج أماكن تكون هادئة بعيداً عن صخب العاصمة شوية ويمكن مش بقيد عن استاد القاهرة فعايز أعرف منك بقى الأجواء وأخبار الفريق ويمكن كمان في نقطة مهمة مرسل كلر كان حريصاً يدخل معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط فكل التفاصيل دي بالتأكيد من خلالك محتاجين نسمع منك كل الجديد بالتأكيد طبعاً يا محمد يعني مباراة غاية في الأهمية النهاردة لفريق النادي الأهلي أمام فريق الزمالك على السهل القائرة إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق النهاردة لفريق النادي الأهلي زي ما بنأكد في كل مرة يا محمد طبعاً بالجدية الكبيرة وبالروح وبشخصية النادي الأهلي تستطيع أن يعني كل الصعبات تعديها مهما كانت الإصابات الأهلي بمن حضر ليس الشعار وهي حقيقة الغيابات الكثيرة وكل الأمور طبعاً المعلومة للجميع عن فريق النادي الأهلي لن تؤثر بمشيئة اللي إن شاء الله بالروح والإصرار الكبير اللي شايفينه وبالتجمعات بالأحاديث بالتدريبات يا محمد طبعاً اللي بنلمسها وبنلمس الجدية ومدى جدية لعيبة النادي الأهلي وتركيزها في هذه المرحلة تذكرت نقطة مهمة جداً في البداية كالعادة فندو الإقامة اللي بيكون لي دور كبير جداً لفريق النادي الأهلي في مزيد من التركيز وده الجانب الإداري المعتاد من طبعاً الكابتين سيد عبدالحفيز وكل طبعاً الطاقم الإداري بتوفير مناخ طيب مع الجوانب الفنية طبعاً اللي بيقوم بها مستر مارسل كولر اللي بيحاول في كل التدريبات إن يكون لي أحاديث صنقية وفردية وجماعية مع اللعبين الرجل يمكن بيقابله ديق وقت كبير جداً إن هو يحاول يصحح بعض الأخطاء لكن خلاص محمد ده المعتاد لفريق النادي الأهلي بتاخد من مباراة كاس لمباراة دوري لكن المباراة اليوم النهاردة لها تركيز كبير جداً من العبية للنادي الأهلي برغم الغيابات زي ما أكدنا وبرغم الإصابات لكن أي حد يكون موجود النهاردة إن شاء الله بإذن الله يبزل كل الجهد والتوفيق إن شاء الله يكون معالي إن كل مقتهد النصيب لعبة النادي الأهلي بتكتهد بشكل كبير الجهاز الفني بيقرأ بيخطط بيحاول أنه يوقف على كل كبيرة وصغيرة اللي طبعاً لفريق نادي ألزمالك من هاي لايس ومن المباراة ينقصنا التوفيق ينقصنا الجمهور للنادي الأهلي اللي عليه دور كبير جداً مع الإصرار اللي منتظرين إن شاء الله من فريق النادي الأهلي في تسعين ضفيقة أجواء طيبة جداً محمد طبعاً هنا في فندو الإقامة حالة من تركيز المعتادة الفريق للنادي الأهلي يعني عايز أقول لك من لحظات انتهت وجبة الغداء الخاصة في فريق النادي الأهلي وأيضاً كمان يعني في خلال 15 دقيقة يكون المحاضرة الفنية الأخيرة هنا في فندو الإقامة ويتوجه الفريق إلى أستاذ القاهرة في تمام الساعة السادسة والنصف التجمعات الثنائية اللي أنت ذكرت عليها والجمعية الحقيقة يمكن بيشوفها من التدريبات وليس اليوم اليوم النهاردة بنشوف بعد وجبة الغداء الكل بيتكلم الكل بيأكد على أهمية المباراة كل عايز يفرح النهاردة جمهور لنادي الأهلي الغيابات زي ما أكدنا محمد والإصابات لن تكون إن شاء الله بمشيئة الله لها تأثير على فريق النادي الأهلي عندنا سكواد مميز جداً لكن زي ما بنقول للتوفيق العمعية لعيب النهاردة مش مع المجموعة كلها إن شاء الله بإذن الله نستطيع أن نعبر هذه المباراة والفرق يزيد وتبدأ أن أنت تخش بشكل كبير جداً في أجواء القادمة نقطة مهمة جداً محمد حابب أكد معاك طبعاً عليها على طبعاً أنت عارف قائمة للنادي الأهلي يمكن لن نستطيع أن نتكلم عليها طبعاً القائمة لكن عايز أكد لك أن كل اللعيبة جهزة لها دي المباراة تحديداً كمان حمد فتح يمكن إن شاء الله بإذن الله هو متواجد في قائمة فريق النادي الأهلي مع عيمن أشرف يعني مش عايزين طبعاً نتكلم بشكل كبير على القائمة والأمور دي لكن عايز أكد لك محمد الجدية والروح الكبيرة جداً وإنكار الزات والتضحيات الكبيرة جداً اللي بيشوفها مع العيبة النادي الأهلي مديانة مردود كبيرة ومديانة أمل إن شاء الله نحن نهارده نشوف 11 رجل في الملعب 90 دي على قلب الرجل المواحد جمهورنا عليه دور كبير جداً ويمكن في رسالة مهمة وأكيد أنت محمد هتأكد على هذا الأمر رسالة لمحمود عبد المنعم كهرباء يعني ركز فقط لغير نهارده في 90 مباراة ضبط النفس لابد يكون مهم جداً لأن أنت طبعاً ممكن تقابل بعض الهتفات بعض الأمور المعتادة في مجال كرة القدم لكن ربنا وفاهه في المباراة الأولى منتظرينه ونهارده كمان يكون كالعادة محمود كهرباء واحد من نجوم فريق النادي الآلي مع المجموعة كلها عارفين النجم هو للنادي الآلي لكن كهرباء بمشيئة الله نهارده يكون لي دور كبير مع الشحات مع عبدالقادر مع طهر مع كل اللعيب المنتظرين إن شاء الله يا محمد ويا رب إن شاء الله بإذن الله كل الزروف والمناخ والأجواء وكل الأمور تكون معنا إن شاء الله يا محمد في مباراة اليوم مهم كلامك ده يا كريم لأن أنا كمان أكدت على جزئية العامل النفسي يمكن قهرباء على مستوى العامل النفسي لما شارك قبل كده في مباراة الأهلي أمام الزمالك كان دايما النتائج والأرقام كلها إيجابية للأهلي أمام المنافس التقليدي وبالتالي العامل النفسي مهم جدا اللي إحنا نركز عليه سيبك بقى من فكرة أنه حد يكتب بوست وألقاك غدا أو بعض الجماهير اللي ممكن تكون فيه هتفات كل التفاصيل دي أكيد بقى فيه اتحاد كوروة وفيه مرأبين وفيه ناس مسؤولة عايبقى فيه متابعة مهمة جدا لكل التصرفات اللي ممكن تحصل فيه مباراة اليوم ولكن بوزقية قهربة أنا كمان أنا شايف يمكن صور قدام لقهربة مع اللعيبة شايف ابتسامة من ديانج من رامي ربيعة فيه كمان عنصر الخبرة مهمة جدا يا كريم شايفيني الشناوي على معلول محمد بجدي أفشا أليو ديانج عنصر الخبرة كمان كل دي أمور أعتقد ممكن تبع إيجابية وتخلي فريق الأهلي أهدأ شوية وفي نفس الوقت تخلي ثقة وتركيز أعلى في هذه المباراة بالتأكيد يا محمد طبعا يعني انت عارف طبعا وانت عارف قدت اللبس وقلنا سر النجاح فريق النادي الآلي في غرفة خلع الملابس الكباتن الكبار والتجهيز والتحضير وان انت ازاي تدخل الوافدين الجدد سواء مروان خالد كريستو ان انت ازاي تدخلهم ينسجم سريعا كهرباء ازاي ترجع وتكلموا نفسي الشناوي أيمن أشرب كل اللعيب عالي معلول مش عايزين ننسى حد من اللعيبة كل اللعيبة دي بتقوم بدور كبير جدا واللي مساعد كمان ان الكل على قلب الرجل الواحدة محمد التضحيات مهمة انقار الزات مهم جدا عشان كده النهاردة محتاجين دخولنا يكون جاية جدا في المباراة أمور فنية عديدة كبيرة جدا أكيد مستر كولر بيكلم عليها الكرة التانية مهم ان احنا نركز فيها جدا محتاجين ان احنا نسجل في الربع ساعة الأولينية محتاجين ان احنا نقسم الجين بشكل كبير أكيد كولر بقراءته الفنية الممتازة وبهدوء الحقيقة خارج الخطوط متفقلين به جدا ان شاء الله في إدارة هذه المباراة لكن ينقصنا الجدية والروح الكبيرة جدا اللي عايزينها من فريقها للنادي الأهلي الجمهور بالتأكيد هيكون متواجد هيداعم وهيساند وهيحفز تسعين ديئة كالعادة لكن دور الأكبر ان شاء الله يكون على عيبة النادي الأهلي لان النهاردة مصر عايزة تفرح وجمهور النادي الأهلي عايزة يرفح وان شاء الله بإذن الله تكون الفرحة على هؤلاء طبعا الرجال 11 راجل في الملعب بإذن الله 90 ديئة على قلب راجل واحد ويا رب ان شاء الله بإذن الله محمد التلات نقاط يكونوا من نصيب النادي الأهلي في المباراة مهمة جدا في أهم فترة المسيحة محمد ناس كتيرة يا كريم بتقعد تبعات لنا التشكيل المتوقع تبقى يا جماعة هل في مفاجأة؟ ما ممكن يكون في مفاجأة واثنين وتلاتة بس هي مش هتبقى مفاجأة لو احنا قلنا أكيد ما عشان جدا بتبقى مفاجأة فخلي كل المفاجأات لما يتم الإعلان عن التشكيل الرسمي لما الفريق يوصل إستاذ القاهرة لكن المتاح بالنسبة لك كريم النهاردة كان في محاضرة فنية الفطار كان معاده إمتى؟ التحرك للاستاذ هيبقى إن شاء الله الساعة كان يعني هادر أقول لك يا محمد طبعا الفطار كان صباحا وحدة ظهرا طبعا تعرف المباراة تمانية ونصف فكان الوقت متآخر شوية واجبة الغداء يمكن زي بقولك انتهت من لحظات كانت محدد لها خمسة ونصف والمحاضرة طبعا هتكون فيها الساعة السادسة وعشر دقائق يعني تعرف كولر ما بيركس بشكل كبير جدا في المحاضرة في فندوق اللقام على أن تكون المحاضرة الأهمة طبعا قبل النزول إلى الملعب يتحرك فريق النادي الآلي فيها السادسة ونصف تعرف طبعا الفندوق قريب نوعا ما من استاد القاهرة من خمسة وعشرين لتلاتين دقائق على يصل النادي الآلي بمشيئة الله في السابعة قبل المباراة العادة بيه ساعة ونصف الأمور طيبة محمد والأجواء ممتازة جدا لفريق النادي الآلي يا رب ان شاء الله بإذن الله كل المجودات اللي بتبزل في التدريبات وفي التخطيط وفي الجمل الفنية والتيكتيكية وإصرار اللعبيني وترجم بأداء ونتيجة توسعد كل جمهور النادي الآلي محمد زميل العزيز كريم أحمد مفد وقناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ نشوف بقى السوشيال ميديا كتبت وقالتي على الأهلي خلال الساعات الأخيرة رؤية صحيفة الاتحاد الإماراتية بالتأكيد لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي ومن خلال الأكاونت الرسمي لها على تويتر يمكن شوفنا هذا الفيديو لتقديم هذه المباراة والأجواء الخاصة بقلاء الفريقين خلال الفترة الأخيرة من جميع الجوانب سواء الجوانب الإعلامية أو جوانب التحكمية الجوانب الجباهرية وأيضا كمان على مستوى اللاعبين لكل الفريقين وعلى المستوى الفني فيريرا وماذا يواجه خلال الفترة الأخيرة وأيضا كولر المنتشي بنتاج إيجابية في الفترة الأخيرة يمكن الحمد لله مرسي الكولر لم يخسر أي مباراة نمسك الخشب يعني إن شاء الله بإذن الله يستمر كده حتى نهاية الموسم في جميع مباراة المحلية والقرية والدولية ناس تقول الدولية إزاي؟ المصري والأفريقي الوحيد اللي يقدر يلعب على جميع المستويات محلياً إفريقياً ودولياً طيب نروح مع بعض لترند الأهلي ونشوف اللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة لأن ترند الأهلي خلال الساعات الأخيرة كان فيه كلام كتير جداً عن مباراة القمة وإزاي النادي الأهلي يستعد لهذه المباراة نبدأ مع بعض بحساب ربطة الأندية المحترفة وحساب ربطة الأندية كتبه الحماس القوة التنافس لا صوت يعلو فوق صوت دربي القاهرة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة مصيرة فيها حماس قوة تنافس ولكن تنافس شريف من أجل الضف بيأة سلاسة النقاط نروح الحساب يلا كورا وبيتكلموا على التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الزمالك في الدربي تشكيل الأهلي الشناوي هذا ليس تشكيلاً رسمياً هذا تشكيل متوقع طبقاً لرؤية الزملاء في يلا كورا الشناوي في حرست المرمى علي معلول لرمي ربيعة محمد هاني خالد عبد الفتاح ألي وديانج حمد فتحي أحمد عبد القادر الضوي أو طاهر محمد طاهر حسين الشحاد محمود قهربة طيب بدون تعليق ونذهب إلى كورا بلس كورا بلس بتوقع التشكيل من خلال وجهة تزارهم ومعلوماتهم عودة قهربة بعد تقلقه إليكم تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في مباراة القمة مية خمسة وعشرين الشناوي علي معلول لرمي ربيعة محمد هاني خالد عبد الفتاح ألي وديانج حمد فتحي أفشا عبد القادر قهربة وحسين الشحاد تشكيل كورا بلس عكس تشكيل يلا كورا طيب نروح لكورا بلس أيضاً ومن خلال الأكاونت الخاص بيوم على تويتر تفاصيل جلسة الشناوي وكبار الأهلي مع اللاعبين قبل القم خبرة في الأهلي بقيادة الشناوي كابتن الفريق حرص العقد جلسات تحفيزية مباق اللاعبين من أجل الحديث عن مباراة القمة قبار الأهلي تحدثوا عن ضرورة التركيز من الدياة الأولى حتى سافرة النهاية عدم التهاون في أي لحظة المباراة صعبة ولا تتحمل أي أخطاء وطلبوهم بالتسجيل مبكراً واستغلال أنصاف الفرص طيب نروح له حساب كورا إليفن بقيادة سيد عبد الحفيظ رسالة عجلة من الأهلي لقهربة قبل مباراة الزمالق في القمة مية خمسة وعشرين كابتن سيد يعني تبقى للمصادر والمعلومات اللي توفرت لكورا إليفن عقد جلسة مع قهربة طلبوا بالتركيز لموصلة التقلق ومساعدة الفريق على الفوزة بالقمة ممكن يكون في بعض الحماس في الملعب ممكن البعض يحاول يعني يخرج قهربة برا تركيزه أكيد قهربة يكون مركز في التسعين دقيقة أي أن كان سواء بدأ أساسي أو نزل إحتياطي أو حتى لو مش موجود في التشكيلة الأساسية أنا بحط كل الأطرحات وكل الإمكانيات اللي ممكن تحصل أو زرفة ممكن تحصل في المباريات ولكن مش عايز أجزم بأي حاجة في التشكيلة أن أعرف فيه متابعة كبيرة من المعسكر الآخر لأي تفصيلة ممكن تفيد المنافس في هذه المباراة لذلك إن شاء الله بإذن الله أنا اتكلمت على الناحية الرقمية وأداء قهربة كمستوى تهديف مع الأهلي إزاي قدر يفري مع الأهلي في عدد مباريات أقل ونسبة أهداف عالية بالمقارنة لما كان موجود مع نادي الزمالك وأيضاً اتكلمت على المباريات التنافسية اللي بموجود فيها قهربة مع الأهلي أمام نادي الزمالك والأمور كلها الحمد لله كلها إيجابية وأكيد قهربة هيخرج تماماً ومش هيركز تماماً مع أي هتفات أو أي عنصر ممكن يخرجه عن تركيزه أو يخرج زميله أو يخرج الفرقة برى التركيز عن هذه المباراة في الجول وبتكلموا على اللغة الرقمية اللي قدت بتكلم فيها في بداية الحلقة الأهلي أقوى ادفع في الدوري حتى الآن لم تستقبل شباكو سوى خمس أهداف حتى الآن ثاني أقوى خط دفاع في البطولة هو الزمالك الذي سكنت شباكو سبع أهداف وبالتالي دفاعياً الأهلي بيتفوق على نادي الزمالك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل مع بعض بقى فقرات برنامج التريند نكمل مع بعض بقى فقرات البرنامج ونبدأ ونشوف تريند الأهلي إيه لسه معنا عشان السوشيال الميديا أكيد كان فيه كلام كتير على هذه المباراة حساب اليوم السابع أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة الزمالك الليلة في الدوري طبعاً ده إنفون جراكف لليوم السابع بيكلمون الأهلي مع كولر لعب 18 مباراة 14 فوز 4 تعادل سجل 32 هدف استقبل 7 11 مباراة كان فيها كلين شيت لم تستقبل أو لم يسكن الأهلي أي أهداف توج مع الأهلي بالسوبر المحلي طبعاً دي أرقام كولر مع الأهلي في الدوري والكاس والسوبر وكمان بطولة إفريقيا قبل مواجهة الزمالك النهاردة في الدوري أرقام كلها إيجابية إن شاء الله نستمر على كده سبورت 68 مصري بالكلم عن حراس المرمى الشناوي وعواد أكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك في الدوري هذا الموسم عواد 12 مباراة 8 شباك نظيفة محمد الشناوي 13 مباراة 8 شباك نظيفة من تتوقع تقلقه اليوم آخر حاجة في تريند الأهلي مهمة جداً حساب الاتحاد الإفريقي دوري الأبطال وكاس الكونفيدرالية الأهلي الزمالك أي الفرق المصرية يمتلك الجمهور الأكثر شغفاً بصوا على النتيجة يا جماعة الأهلي 84% الزمالك 15% يعني 4 طوال 101 من 10 15 و 9 من 10 نتكلم في أربع أضعاف شعبية وشغف الجماهير المصرية طب نروح للمشاركات والسؤال التي رحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل وأيضاً النتيجة والستاذ محمود فوزي بيقول محمد الشناوي خالد عبد الفتاح هاني ربيعة معلول ديانج حمدي مروان عبدالقادر حسين الشحات وكهربا ناخد رأي تاني معنا شيفو بيقول الشناوي معلول ربيعة هاني خالد مروان عطية ديانج أفشة عبدالقادر كهربا حسين الشحات والمفروض نكسب 4 صفر مرتاحين بإذن الله أو نكسبهم 2 صفر إن شاء الله بإذن الله تكون النتيجة موفقة والأداء رائع لكن بالنسبة للتشكيل زي ما نشايفين فيه أراء متبينة وأنا واثق إن أكيد بنسبة كبيرة ناس كتيرة مش عارفة إيه الكواليس وإيه الأخبار بخصوص إزاي كولر بيحضر لمواجهة الزمالك إن شاء الله تكون مواجهة طيبة نتيجة وأداء في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حصة المتابعة والمشاهدة وبإذن أنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء